الحال كما هو عليه في محافظة رفح كباقي محافظات قطاع غزة هناك استمرار للقصف الجوي والمدفعي على مناطق مختلفة من القطاع وبالتالي في مدينة رفح هنا الحال مختلف الهدوء الحذر هو سيد الموقف الطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة تحلق في سماء مدينة رفح كباقي محافظات القطاع على علوم خفض وهي ترصد وكل ما يجول على هذه الأرض وهذا الهدوء في أي لحظة ممكن أن يتبدد جراء استمرار التحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة هذه الطائرات كما تحدثت ترصد كل ما يجول على هذه الأرض وأيضا تقوم بعمليات اغتيال ضد نشطاء الفلسطينيين أيضا تقوم بتوطي إشارات للطائرات الحربية الإسرائيلية على تحديد أهدافها وتحديد الأماكن التي تود قصفها وبالتالي هي نذير شؤم وخوف لدى الناس وأيضا خلال الساعات الماضية لم نسجل أي غارة إسرائيلية على هذه المدينة المكتفضة بالسكان مليون ونصف المليون نازح ونازحة هم في حالة خوف وقلق من استمرار التهديدات الإسرائيلية بعملية اجتياح لمدينة رفح لأن مدينة رفح هي آخر ملاذ لهم والسؤال التالي والسؤال إلى أين سيتجه بعد ذلك المليون ونصف المليون نازح ونازحة هل وسط قطاع غزة سيتسع لهذا الحجم من الناس في وسط القطاع هناك مليون تقريبا نصف مليون نازح ونازحة وبالتالي إضافة مليون ونصف مليون أيضا إليهم سيؤدي إلى إنعكاسات وتكدس كبير في ظل ظروف غير إنسانية وظروف صعبة للغاية في محافظات قطاع غزة جراء نقص الغذاء والمياه النظيفة في هذه المحافظة وعدم وجود الأدوية والمسالكات الطبية فيها بعد خروج جميع المشافي عن الخدمة وبالتالي قيام الجيش الإسرائيلي كما يتحدث بإخلاء المدينة إلى وسط قطاع غزة ستكون هناك كارثة كبيرة وأزمة غير إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة أيضا بالأمس كانت هناك غارة إسرائيلية على هذه المحافظة أصفرت عن استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة أي غارة إسرائيلية على هذه المحافظة المكتظة بالسكان سيوقع عدد كبير من الشهداء والجرحى في هذه المدينة أيضا مدينة خان يونس هي مصرح لعمليات الجيش الإسرائيلي والغارات الإسرائيلية وللقصف المدفع على كافة محافظة مدينة خان يونس خاصة من المنطقة الشمالية أو المنطقة الجنوبية أو المنطقة الغربية أو المنطقة الشرقية من هذه المحافظة هناك سلسلة من الغارات الإسرائيلية وأحزم نارية كانت صباح اليوم في بلدة خزاعة شرقي محافظة خان يونس وأيضا منطقة الفخاري وبلدة عبسان الكبيرة وعبسان الصغيرة وأيضا بني سهيلة تعرضت هذه المناطق للغارات الإسرائيلية أيضا بلدة القرارة في المنطقة الشمالية من محافظة خان يونس كانت هناك سلسلة من الغارات وكان هناك انتشال لعدد من الشهداء بالأمس وتم تحويلهم إلى ما شافي جنوب قطاع غزة أو وسط قطاع غزة أيضا المنطقة الجنوبية من مدينة خان يونس الحية النمساوي والبطن السمين وقزان النجار وقزان أبو رشوان هذه مناطق تتعرض للقصف أيضا المخيم الغربي وحي الأمان والحي الياباني على مدار الساعة تتعرض هذه الأماكن للقصف الجوي والمدفع وهناك نسف لعدد من المنازل في تلك المناطق أيضا هناك حصار واستمرار العملية العسكرية في حي الأمل ومجمع ناصر الطبي أيضا مستشفى الأمل محاصر من قبل الجيش الإسرائيلي وبالتالي مشافي محافظة خان يونس خرجت عن الخدمة وهناك أيضا انقطاع لخدمات الاتصالات والإنترنت من محافظة خان يونس منذ أكثر من سبعين يوما وبالتالي محافظة خان يونس أصبحت بلا رعاية صحية أكثر من ثلاثمائة ألف مواطن بلا رعاية صحية في غزة هذا سيزيد الأوضاع الصعوبة في تلك المدينة أيضا مدينة غزة هي مصرح لعبار مجمع الشفاء الطبي الثالث عشر توالي الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية تفتيش ومداهمة لأقسام مجمع الشفاء الطبي يقوم بتجريف ساحة هذا المستشفى يقوم بمحاصرة أيضا عدد من المرضى والأطباء والممرضين والنازحين في أحد مباني مجمع الشفاء الطبي مبنى التنمية البشرية هناك سلسلة من الغارات الإسرائيلية على محيط مجمع الشفاء الطبي سواء على حي الرمال على حي النصر شارع النصر شارع الوحدة شارع الشيخ رضوان معسكر الشاطئ المنطقة الجنوبية أيضا تل الهوى هذه المناطق تتعرض باستمرار للغارات والقصف المدفعي في مدينة غزة هناك حسب وفق رؤية شهود العيان هناك مئات جثمين الشهداء ملقا على الأرض في مدينة غزة وهناك جثمين تحت الأنقاض وهناك إصابات أيضا تحت الأنقاض لكن لا أحد يستطيع الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي أو محيط هذا المجمع المحاصر منذ أسابيع أيضا هناك لداءات استغاثة لجهاز الدفاع المدني والصليب الأحمر وأيضا الهلال الأحمر بضرورة التوجه إلى تلك المناطق لكن الجيش الإسرائيلي يرفض السماح للهلال الأحمر والدفاع المدني الدخول إلى تلك المناطق وبالتالي هذا سيرفع من أعداد الشهداء أيضا هناك محاصرون داخل منازلهم في محيط مجمع الشفاء الطبي وهناك نقص في الغذاء والمياه لديهم الوضع كارثي وصعب جدا في مدينة غزة وهناك بالأمس كان هناك اغتيال لعدد من العناصر الأجهزة الأمنية في مدينة غزة بعد عندما قام الجيش الإسرائيلي بشن غار على نادي الشجاعية شرق مدينة غزة وأصفر هذا عن استشهاد عشرة من عناصر ولجان تأمين المساعدات أيضا كانت اغتيال لعنصر أمني في منطقة السنافور وأصفر ذلك عن استشهاد سبعة مواطنين أيضا كانت هناك غار على منزل في شارع الوحدة وسقط فيها عشرة شهداء وهناك غار على منزل في محيط مجمع الشفاء الطبي استشهدت سيدة وأبنائها الستة يعني التصعيد مستمر في محيط مجمع الشفاء الطبي ومدينة غزة بشكل عام أيضا شمال قطاع غزة مخيم جبالية بلدة بيت لاهية بلدة بيت حنون مناطق جميعها تتعرض للغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي بصورة متكررة أيما هذا فيما تعلق بالقصف الإسرائيلي والغارات المستمرة على عدة مناطق في قطاع غزة لكن فيما تعلق برفع بالتحديد حيث تتوجد أنت ما الجديد على الصعيد الإنساني على صعيد المساعدات ربما هل هناك أي جديد فيما تعلق بالنزحين المتواجدين هناك من خلال تواصلك معهم عن معاناتهم الأوضاع الإنسانية هنا فوق الكارثية جراء استمرار الحصار واستمرار العدوان الإسرائيلي هنا ما يصل مساعدات للناس ونحن نعلم بأن الأنروا هي شريان الحياة للنازحين واللاجئين في قطاع غزة لكن الأنروا أصبحت توزع ليس على مدار اليوم مساعدات هنا فقط أيام محدودة خلال الأسبوع وأحيانا يمر الأسبوع ولا يتم توزيع أي من المساعدات على النازحين وذلك نتيجة الضغط الشديد على الأنروا وعدم إدخال كميات كافية من المساعدات إلى قطاع غزة ما يصل عبر معبري كريم أبو سالم التجاري ومعبر رفح هي في أحسن الأحوال 200 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمسالكات الطبية والمياه النظيفة وبعض احتياجات الناس قطاع غزة بحاجة إلى أكثر من 500 ألف شاحنة يوميا أن تصل إلى قطاع غزة محملة باحتياجات الناس والسلع الأساسية في هذه المدينة هناك أزمات كثيرة في مدينة رفح هناك أزمة المياه النظيفة وأزمة الخبز والغذاء وبعض المستلزمات مراكز الإواء مكتظة بالنازحين انتشار الأوبئة والأمراض وهذا كله بحاجة إلى رعاية صحية حسب وزارة الصحة تم تسجيل أكثر من مليون إصابة بأمراض معضية منذ بدء العدوان الإسرائيل على قطاع غزة واليوم في هذه المدينة اكتظاظ شديد ولا توجد أي رعاية طبية ولكن بالحد الأدنى في ظل نقص كبير في الأدوية والمستهلكات الطبية العديد من العيادات والصيدليات الخاصة أغلقت أبوابها لعدم توفر احتياجات المستلزمات الطبية وبعض الأدوية وخاصة المرضى المزمنين أكثر من 350 ألف مواطن أو مريض مزمن بلا دواء من سواء أمراض الضغط أو أمراض السكري هناك 10 ألف مريض سرطان بلا رعاية صحية هناك أكثر من 900 ألف طفل دون حليب أطفال ودون بمبرز هناك أيضا 60 ألف سيدة حامل في مراكز الإواء 180 سيدة تضع مولودها بشكل يومي دون رعاية صحية عدم وجود تطعيمات للأطفال أيضا هناك أزمات كثيرة وأزمة جديدة بدت تطفو على السطح في مدينة رفح وعدم توفر وجود سيولة الشيكل يعني منذ بدء العدوان الإسرائيل على قطاع غزة الجيش الإسرائيلي أو إسرائيل لم تدخل أي من أموال أو سيولة الشيكل إلى قطاع غزة وبالتالي هناك صعوبة في حصول الناس على رواتبهم من البنوك رغم البنوك أغلقت أبوابها في جميع قطاع غزة سوى بعض الصرفات الآلية هي التي تعمل في محافظة رفح وبالتالي هذه أزمة جديدة بدت تطفو على السطح في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المواطن هنا لكن بدأنا نلمس مؤخرا وجود بعض المستلزمات أو السلع مثل اللحوم المجمدة أو بعض أنواع اللحوم في الأسواق متواجدة لكن أسعار هذه السلع لا تزال مرتفعة بالنسبة للمواطن في ظل الفقر والبطالة التي يعيشها الناس في مدينة رفح وفي نتيجة للأوضاع السياسية ونتيجة للإستمرار العدوان والحصول الإسرائيلي على مدينة قطاع غزة مراسل الغد أيمن أبو شنب كنت معنا من رفح